شبو إنسان أورس حبلٌ مدَّة لطرزان عام 1984 بناءً على جزءٍ من جمجمة، وانقطع الحبل عام 1997 بعدما تبيَّن أنَّها جمجمة حمارٍ صغير. موقع توك أوريجنز وتعليقًا على كوميديا إنسان أورس قال مهما يكن وضع الأحافير فإنَّه لا يؤثر على صحَّة باقي أدلَّة تطوُّر الإنسان. يعني الأدلَّة كثيرَة جدًّا، كالعادة. قبلَ انقطاع حبل شبه إنسان أورس، كان حبلُ العظام الخلفية للحوت قد مدَّ لطرزان عام 1989 إلى أن انقطع عام 2014، وقد بيَّنَّا تفاصيل هذه الفضيحة في حلقة صح النوم. لا تقلقوا، حبلٌ آخر مدَّة في العام نفسه. الدكتور كارل جابرسون، نائبُ رئيس بيولوجس فاونديشن سابقًا، يعرض في محاضرةٍ له صورة طفلٍ بذيل. لكن بعض الأنسان يفعلون. بعض الأنسان يأتي في محاضرة الزيحة. لدينا جابرسون لتصوّر التصوّر. إذن، جابرسون يعتبر هذه الصورة دليلًا على تطوُّر الإنسان من أصولٍ حيوانيَّة، ويقول أنَّنا معاشر البشر لدينا جيناتٌ للذَّيل، لكنَّها لا تعمل إلا في البعض. لكن، تمَّت مواجهة جابرسون بأنَّ هذه صورة مزوَّرة، فوتوشوب، أصلها من موقع فوكاهي، اسمه كراكد دوت كوم، وبأنَّ ما يعتبره جيناً للذَّيل لا يعمل إلا في البعض، مخلَّفات أصول حيوانيَّة هو في حقيقته جينٌ منظِّمٌ لنمو الخلايا يحتاجه كل إنسان. مش عيب يا جابرسون، يعني صور فوتوشوب، وكذب في الحقائق، وتخبيص في كل شيء، مش عيب عليك. بماذا ردَّ دكتور جابرسون؟ ردَّ بأنَّه خُدع بهذه الصورة، لكن المبدأ الذي فيها مُثبتٌ بصور أخرى صحيحة، يعني حتى إذا هذا مش صح، فالأدلَّة كثيرة جدًّا. أين هي هذه الأدلَّة الأخرى؟ تذهب إليها فإذا هي سراب.